اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وذكرى تولي جلالتكم حفظكم الله ورعاكم لمقاليد الحكم اننا في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا نفخر بما حققته مملكة البحرين من منجزات عظيمة عبر مسيرتنا الوطنية المباركة بقيادة جلالتكم حفظكم الله ورعاكم تلك المسيرة التي ارسيتم دعيمها الثابتة بنهجكم السامي الذي نسير عليه بكل عزم وعزيمة واسرار نحو تحقيق التطلعات المنشودة لوطن مشرق مزهر سيدي صاحب الجلالة ان مسيرة العطاء تتكلل بفضل تكاتف ابنائكم العوفية من فريق البحرين الطموح بحبهم للتحدي وعشقهم للانجاز نحو رفعة الوطن وتقدمه لمواصلة عملية البناء والتنمية لعود بالنفع لصالح مستقبل هذا الوطن والمواطن كما اننا في هذا اليوم الاغر نستذكر ايضا شهداء الواجب الذين ضحوا بارواحهم في سبيل حماية هذا الوطن العزيز والدود عنه والذين سجلوا بتضحياتهم اسمى معاني الوفاء والحب والانتماء لهذا الوطن والدفاع عنه لتخلد في ذاكرة التاريخ بتخصيص جلالتكم يوما وطنيا تقديرا وعرفانا لهم وفي الختام اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينعم على جلالتكم بموفور الصحة والعافية وطول العمر مجددا لجلالتكم في هذا اليوم الوطني الولاء والعهد لمواصلة مسيرتكم المباركة لما فيه خير وصالح المملكة وشعبها العزيزة ودمتم سيدي سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النايب الاول لرئيس مجلس الوزراء وبعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله برقية شكر جوابية الى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النايب الاول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها صاحب السمو الملكي ابننا العزيز الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حافظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا ان نبعث الى سموكم خالص التحيات وصادق التمنيات بمنفور الصحة والعافية وان نشكر سموكم على تهنيتكم لنا بعيادنا الوطنية واحتفالاتنا الوطنية احياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس احمد الفاتح ككيان عربي اسلامي عام 1783 للميلاد وذكرى انضمام مملكتنا في الامم المتحدة دولة كاملة العضوية وذكرى تسلمنا مقاليد الحكم كما اننا نعتز بما تبدلونه سموكم نحو ما تحقق وسوف يتحقق لاهل البحرين وشبابها من تنمية مستدامة في جميع المجالات بما يعود بالخير العام للجميع بعون الله وتوفيقه حفظكم الله وابارك فيكم ودمتم سالمين والدكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين